بسم الله الرحمن الرحيم الحكم العطائية الحكمة السابعة قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لألا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك يقول ابن عجيبة رحمه الله في إيقاظ الهمم التشكيك في الشيء هو التردد في الوقوع وعدمه والوعد الإخبار بوقوع الشيء في محله والموعود المخبر به والقدح في الشيء التنقيص له والغض من مرتبته والبصيرة القوة المهيئة لإدراك المعاني وإخماد الشيء خفاؤه بعد ظهوره والسريرة القوة المستعدة لتمكن العلم والمعرفة واعلم أن النفس والعقل والروح والسر شيء واحد لكن تختلف التسامي باختلاف المدارك فما كان من مدارك الشهوات فما دركه النفس وما كان من مدارك الأحكام الشرعية فما دركه العقل وما كان من مدارك التجليات والواردات فما دركه الروح وما كان من مدارك التحقيقات والتمكنات فمدركه السر والمحل واحد قلت إذا وعدك الحق تعالى بشيء فلا تشك أيها المريد في ذلك الوعد إن كنت صديقا فإن لم يتعين زمنه فالأمر واسع وقد يطول الزمان وقد يقصر فلا تشك في وقوعه وإن طال زمنه وتأمل قضية سيدنا يونس عليه السلام حيث أخبر قومه بالعذاب لما أخبر به وفر عنهم وكان ذلك متوقفا على عدم إسلامهم فلما أسلموا تأخر عنهم العذاب وكذلك قضية سيدنا نوح عليه السلام حيث قال إن بني من أهلي وإن وعدك الحق فوقف مع ظاهر العموم فقال له تعالى إنه ليس من أهلك إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ونحن إنما وعدناك بنجاة الصالح من أهلك وإن فهمت العموم فعلمنا متسع ولهذا السر الخفي كان الرسل عليهم السلام وأكابر الصديقين لا يقفون مع ظاهر الوعد فلا يزلد طرارهم ولا يكون مع غير الله قرارهم بل ينظرون لسعة علمه تعالى ونفوذ قهره وقضية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر حيث دعا حتى سقط رداؤه وقال اللهم عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد بعد اليوم فقال له الصديق حسبك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك فنظر المصطفى أوسع لعدم وقوفه مع ظاهر الوعد ووقف الصديق مع ظاهر فكل على صواب والنبي صلى الله عليه وسلم أوسع نظرا وأكمل علما فشد يدك يا أخي على تصديق ما وعدك الله به وحسن ظنك به فإياك أن تضمير التكذيب أو الشك فيكون ذلك قدحا في بصيرتك وقد يكون سببا في طمصها ويكون أيضا إخمادا أي إخفاء وإطفاء لنور سريرتك فترجع من حيث جئت وتهدم كل ما بنيت فانظر أحسن التأويلات والتمس أحسن المخارج وجاء في كتاب مذكرات في منازل الصديقين والربانيين فالله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين فإذا عملنا ولم يأتي النصر فعلينا أن لا نشك في وعد الله بل نبقى مستمرين في العمل فإذا أردت أن تعرف الصادق من الكاذب فعلامة ذلك الاستمرار في العمل لله عز وجل في كل الظروف والأحوال غير الصادق يعمل يوما أو يومين فإذا أقبل عليه الناس تابعه وإلا ترك دليل الكاذب أن يكون الإنسان في الدعوة إلى الله مقيدا بالإقبال كأن أعمل بالتدريس فإذا حضر درسي ألف إنسان تابعت وإذا لم يحضر إلا القليل فأنا لا أقيم درسا الصادق لا يبالي إلا بفتح مغاليق الدعوة إلى الله عز وجل والبقية على الله والسلام عليكم